تشهد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تغيرا في لهجة التصريحات المتبادلة وخلافات متراكمة أكثر من أي وقت مضى يدو أن تعنت ناتنياهو وقادته المتشددين الذين يحاولون إطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن وذلك على حساب الراحي عشرة الألاف من الأبرياء هو السبب الرئيسي لظهور هذه الخلافات ما زالت تواصل إسرائيل إحراج الولايات المتحدة وسائر داعمها بعدوانها البربري الغاشم على المدنيين العزل بقطاع غزة ضاربة بعرض الحائط كل التحذيرات والتنديدات بشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تصرفات تل أبيب دفعت واشنطن لتعليق الشحنة مساعدات كانت تضم 3500 قنبلة ثقيلة في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ما أغضب قادة مجلس الحرب الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو والذي راح وقادته المتطرفون يؤكدون أن عملية اكتياح رفح الفلسطينية ستتم في كل الأحوال دون الالتفات لتحذيرات البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين دافع عن قرار تعليق شحنة الأسلحة بناء على انعدام ثقة بلاده في وجود خطة ذات مصداقية لدى إسرائيل لحماية نحو مليون ونصف المليون مدني يحتمون في رفح الفلسطينية وعوضح أن الرئيس جو بايدن لا يزال عاقد العزم على مساعدة تل أبيب ولكنه قد يغير موقفه إذا شنت هجوماً واسعاً نطاق على المدينة تغير في اللهجة وخلافات متراكمة بين بايدن ونتنياهو باتت تطفو على السطح الآن أكثر من أي وقت مضى ولكن التعنت هو سمة نتنياهو وقادته المتشددين الذين يحاولون إطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن على حساب أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء ما أصاب العالم أجمع بحالة عدم الثقة في نية إسرائيل ما إذا كانت ستواصل عملية الإبادة الجماعية في رفح الفلسطينية أم ستنصاع للتحذيرات والتهديدات الأمريكية أعرب الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية أعرب عن قلقه بشأن علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة ونقلت شبكة CBS الأمريكية عن المسؤول الإسرائيلي سابق قوله أن تل أبيب تواجه تحديا في صون القيم المشتركة مع واشنطن مشيرا إلى أن البلدين يبتعدان عن بعضهم البعض وهو ما وصفه بالتهديد الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر